فيلم 3 من اخراج ريبو داس جوبتا بيبدأ الفيلم بواحد سايق عربية وبيعمل حدثة وواحد بيبص على العربية دي باستغراب بعدها بنلاقيه قاعد في الاسم وحد من المجرمين بيسأله هو جاي في ايه مع انه مش وش بهدلة ولا اجرام لكنه ما بيردش وبنشوف حوار صغير بين اتنين سنتات واحدة بتقول لتانية تروح تشوف الراجل ده عاوز ايه عشان قاعد من بدري ويطلع بيجي الاسم كل يوم من حوالي 8 سنين عشان يرتاح ويلائي اجابة صح يقتنع بيها هو وامراته وتقول له لما نوصل لحاجة هنبقى انطمنك وفعلا بيطلع على بيته بالفزبة التعبنة اكتر منه وبيعمل الغداء وتقول له هتفضل تروح الاسم لحد امتى يا جون يقول لها لحد ما جيب حقي ويروح يتفرج على فيديو لبنته صغيرة وبنعرف بعد كده انها حفدته وان ابنه شايف انه هو السبب الرئيسي في موتها بنعرف ان حفدته اتخطفت في شارع هادي الساعة 2 الدهر من حوالي 8 سنين واللي كان مسؤول عن القضية دي مارتن اللي ساب الشرطة والتاجه للعبادة في الكنيسة وبقى اسمه الاب مارتن بيروح الاب مارتن يزور بيت جون ويسأل عنه ويعرف انه طول الوقت ما بيعملش حاجة غير انه يروح الاسم يسأل عن قضية خطف حفدته وكمان دايما بيسمع تسجيل اخر مكالمة بينه من حفدته المخطوفة واللي بيفضل يسمع التسجيل يوميا كتير قوي في نفس الوقت بيكون جون بيفاصل مع بتاع السمك اللي كل ما يشوف وشه يحور عليه ويبعله السمك كل مرة اغلى من اللي قبلها لحد ما بيلاقي بنتي فيها شبه من حفدته وكمان يلاقيها لبسة ايس كاب شكله غريب لان ده كانت لبسة حفدته انجلا وان جدتها اللي مفصلة عشانها يعني صعب يتقلد او يكون فيه منه نسخ كتير مكررة بيحاول يسأل البنت عن الايس كاب بيعرف انها يتيمة ومن السم والبقل فبيكرر يمشي وراها لحد ما يوصل لدار الايتام اللي هي عايشة فيه وبيتعرف على موظف هناك عشان يعرف الايس كاب ده جالها منين ويعرف انه جي من مسجد في المنطقة اسمه امام بارا بيجري على طول على صديقه مارتن ويقوله ان ده خيط مهم في القضية لو اهتم بيه ممكن يوصله لحاجات كتير اوي مهمة فبيقوله بصراحة كده انا مش هفتح الملف ده تاني خالص بس لما جون بيعتب عليه بيكرر يروح معايا عند مسجد امام بارا وبيعرف ان الهدوم دي او الايس كاب ده لقوه في صندوق تحت الارض وهم بيعملوا توسعها للمدافن اللي جنب المسجد بس جون ما بيسكوتش وكأنه مسدق يلاقي خيط يجري وراه في موضوع حفيته ده ويحاول يعرف مين اللي اتبرع بالارض للجامع ولقوا فيها الصندوق اللي كان جوال ايس كاب بتاع حفيته ويعرف ان الكلام ده من كم سنة والشاه هو اللي اتبرع بالارض وسايب حرية البيع في اسره لواحد سمصار هو اللي قاله على الحكاية كلها وبعدها بنشوف جده حفيده بيلعبوا مع بعض وفجأة بيجي تليفون للجد وبيطلع حد بيعاكس بعدها بيكتشف ان حفيده تخطف وبيجري على الاسم علشان يبلغ وطريقة بلاغه بتستفز المحققة لانها شبه طريقة خطف انجلة حفيدة جون بالزبط فبتطمن الجد وتقوله ما يقلقش طالما بلغ الشرطة وبتنده فرد من الشرطة تقوله انا عاوزة تفاصيل ملف قضية انجلة حفيدة جون وبتحاول تتواصل مع والدها الاب مارتن في الكنيسة وتطلب منه المساعدة لان الموضوع صعب لكنه بيوصل لها انها تقدر تعتمد على نفسها كويس وتحل الموضوع ده من غير مساعدة جون بيتعطل الموتسيكل بتاعه بقدرة قادر اصاد الجامع اللي لقوا فيه الايس كاب بتاعها في التو ويكلم امام الجامع انه عاوز عدة يصلح الموتسيكل وبياخد قلم شكله غريب عشان يصلح بيه الموتسيكل وبعد ما بيتصلح بيعرف من الامام ان القلم ده كمان كان برضو من ضمن الحاجات اللي كانت في صندوق الايس كاب فبياخد القلم هو كمان معاه عشان يوصل لاي دليل الشرطة بيترائب مكالمة خاطف الطفل روني وبيحاولوا يكسبوا معاه وقت عشان يعرفوا بيتكلم منين وبيقفل الخاطف الخط معاهم في وسط المكالمة بينهم قبل ما يقدروا يحددوا مكانه اما جون كرر يعرف الالم ده حكايته ايه ويلاقي عليه لوجو غريب كده شبه الوزة ومش عارف اللوجو ده معناه ايه وبيعرف انه لوجو هيئة المساحة بتاعة ترخيص الاراضي وفعلا يروح ويعرف ان الالم ده كان هدية من راجل معماري محترف وكان فيه منه 2000 ألم هدية لكل الموظفين في التوقيت ده وبيحاول يوصل للأسامي بتاعة الموظفين لانه فكر انه اكيد حد فيهم ليه علاقة بحكاية خطفة حفيته دي ويبقى الموضوع صعب في الاول لحد ما يوصل لموظف مرتشي جوه المكان بيديله كل المستندات اللي عاوزها مقابل الفيزبة الغريب بتاعته والخوزة كمان اللي بيفضل وراء الموظف لحد ما ياخدها وميعرفش يدور المكانة لحد ما يدورها له عم جون سواق الفيزبة بيطلع بعدها على الأب مارتن في الكنيسة ويصادف أول يوم في السنة وهو نفسي يوم عيد ميلاد أنجلا عشان كده سموها بالاسم ده ويحلفه بكل غالي ويقوله إلهي تفرح ببنتك وتشوفها قد الدنيا خد دول أسامي كل موظفين الشركة اللي كان معاهم الآلم الهدية لو عرفت عن حد فيهم حاجة أو عندك في الاسم ملف لأي واحد منهم عامل أي مصيبة ياريد تبلغني وبنرجع لورا حبيتين ونفتكر كواليس خطف أنجلا اللي يحاول البوليس بقيادة مارتن وقتها أنهم يقبضوا على الخاطف لكن الخاطف بيأخد الفلوس بسرعة ويغفلهم ويهرب ويرتصل الخاطف بجون ويغلطوا أنه اتصل بالبوليس وأنه ما يصحش ويدي له تعليمات تانية وما كان يقابلوا فيه وبس كده يوقف مارتن الحكاية اللي كان بيحكيها لبنته المحققة وبيقول لها علي النعمة ما سيبه النهاردة مهما حصل بيدخلوا الاتنين القطر وبيتواصلوا مع أم روني اللي بتحط الشنطة في المكان المحدد بس المرة دي جواها جهاز رصد وتعقب لو تحرك الخاطف هيعرفوا هيروح فين ويتمزك وفعلا بيلقوه وقبل ما يهرب بيمسكوه وبيطلع الشخص ده هو مانوهار جد روني المخطوف آه والله زي ما بقول لكم كده المهم بيخدوه على الاسم ويقعد يعيط ويقول لهم فيلم هندي طويل وعريض إن الخاطف هو اللي قاله يلبس كده ويعمل كده كتمويه علشان يلغبطهم وده بعد ما حبسوا الخاطف في مكان غريب ولما خرج منه لقى تعليمات وكان لازم ينفذها عشان حفيده يعيش منها إن في عنوان مظبوط على جي بي اس وإنه لازم يوصلوا في نص ساعة وإنه يرمي موبايله ويبدل شنطة الفلوس الفدية بشنطة زيها هيلقيها في شنطة العربية لحد ما حصل اللي حصل وتقبض عليه الشرطة بتروح تفتش بيته وبتاخد أقوال بنته اللي مش مصدقة خالص اللي بيحصل وكمان جزها اللي كان بيقول إن علاقته بما نهار سطحية وعادية لأبعد حد جون لسه ماشي وراخيت الموظفين لحد ما يوصل لواحد اسمه كومبار وما استبعدش إنها عنده لأن كل الشكوك والدلائل بتنطبق عليه وخصوصا العربية اللي شبه عربية الخاطف في تنفيذ جرايمه بس لما بيتكلم معاه بيقوله إنه كان في السجن الفترة بس خلاص طوبة نصوحة والعربية دي بيأجرها لزوم أكل العيش وأي حد عايز ينقل عفش أو أي حاجة وهي ماشية بتدخل المحققة والأب مارتن في جدلية كده هي مقتنعة إن ليه شريك لكن فكرة إنه تحبس في مكان الخاطف هو اللي حبسه فيه ما صدقتهاش أبداً فبيروح الأب مارتن لمكان حبس منهار ولقى سيدي عليه صوت الدفل المخطوف وبيحاولوا يعرفوا تفاصيل عن السيدي ده وهنا بقى تحصل مفاجأة إن تراكي الصوت بتعمه كلمة أنجلا وروني لنفس الشخص فبيحاول الأب مارتن تكسيف البحث ويلاقي صوت غريب في السيدي ويعرف إنه صوت جون جد أنجلا اللي مدوخنا من أول الفيلم بيدور على حفيته بيفتكر الأب مارتن ورقة الموظفين اللي ادهالوا جون ليلة رأس السنة وفعلاً بيلاقي فيها اسم منهار ويدور على جون ويلقيه ويعرف إنه هو اللي دبر كل ده عشان يثبت إن منهار هو اللي خطف حفيته وبيطلب من الأب مارتن يخليه يقابله في السجن وفعلاً يقابله جون في السجن ويحكي له إزاي كشفه وكل حاجة حصلت ويسأله ليه خطف أنجلا فيقوله عشان بنتي كانت عاوزة عملية وما كانش معايا فلوس فخطفت أنجلا علشان الفلوس فيرد عليه جون طابه بعد 8 سنين لسه عاوز فلوس ويسيبه ويبلغ الأب مارتن إن منهار اعترف بكل حاجة وإنه قدر يرجع روني لأهله ويجيب حق أنجلا وبكده يكون الفيلم خلص ما تنسوش تزوروا صفحة فيسبوك لفيديوهات أكتر لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة